على مكاتب يعني مؤسسة سالمة كان في الفترة دي الاخراج صعب قوي مزاد لؤدي يعني كان الاخراج بيجي من سكتين ليس لهم ثالث لا في ثالث يقيم المخج يبقى مساعد يعني مساعد كلا كتب يبقى مساعد تاني يبقى مساعد اول يبقى مخج ده سكة او الطريق التاني انه هو يكون دارس بر زي طفيق صالح حسين كمال خليل شوئي دي سكة تانية او ييجي من المنتاج يعني زي الاستاذ كمال الشيخ اشتغل المنتاج وبعدين المخج الاستاذ صلاح ابو سيف نفس الحكاية ده هو كان الطرق يعني لكن الطريق الجديد انه عيال طلعين من محل السينما بيقولوا نخج يعني بعضنا اشتغل مساعد وكان مساعد ده حاجة كبيرة اوي يعني انه اشتغل مساعد مع احد المقرجين الكبار او حتى الصغار بس انه هو يشتغل في كتل حاجة وما كانش فيه ثقة خالص وبعدين كانوا بيقولولي ايامها انت جاي تخرج لاول مرأة وبعدين جاي تعمل فيلم حربي واحنا ما عندناش الثقافة ده اساسا الموضوع ده مش عديني اوه قاليولي ازاي يعني يا ابني طب شوف لك موضوع يعني عادة اكتماعي على عدك كده انا كنت الحقيقة متحمس جدا للموضوع ده في الفترة دي كان فيه حاجة اسمها جماعة السينما الجديدة مجموعة من السينماين الشبان يعني من محد السينما من الجامعة بيحبوا السينما وحاجات فكوننا حاجة اسمها جماعة السينما الجديدة بعض النقط كان فيها كان فيها مثلا سامير فريد فيها سامير سلموني فيها فتح فرج الله يخام وكان مجموعة متنوعة كنا بنعمل مشروع ثقافي يعني نجيب افلام من المراجعة الثقافية ونتفرج عليها ونعد نقشر مع بعض وكده فقالوا طيب احنا عندنا مشروعين متعسرين مشروع علي عبدالخالق هنا على الممارخ ومشروع تاني كان لغالب شعرس وده كان مخرج فلسطيني وكان دارس في النمسا ومخرج يعني عامل شغلي كويس وكان زميل لينا وبيحضر طب ما احنا ما نحاول ننتج الافلام دي بطريقة فعرضنا على المؤسسة في هذه الفترة عشان ما تتخلوش الرزق مع شبان يعني مجهولي الخبرة اتخلوا انتم ما تتحملوش اي حاجة رئي اللي نتدونا للسديوهات والفيلم الخام والديكور والحاجات دي واحنا الاجور بتاعتنا وبطور الموثلين احنا كفيلين ان احنا احنا هشايلين ده الموضوع ده اه مش هنطلب بي دلوقتي اه فاحنا اه حنايخد فلوسنا بالاتفاق مع الموثلين بعد العقد اللي الفيلم كسب او غطى او كده يعني ما كانش بقى كل واحد قدقى نصيبه بتزبط كده فالمشروع ده الحقيقة قاله او كي طيب بعد يعني مناقشات قاله او كي نعمل الحكاية ويعني ونشوف يعني ايه الحكاية وكانوا بيبصين الحكاية اني انا يعني صوير على القصة دي وحيات معيني انا عملت افلام تسجيلية في الفصرة دي بعضها اخد دوائز